تعالوا بنا نروح لأنشطة وفعاليات إدارة المكتبات في النادي الأهلي ونشوف فعاليات المعرض السنوي للأنشطة الفنية اللي أقيم مؤخرا في النادي الأهلي فارع الشيخ زايد تعالوا نتابع التقرير ده ونتعرف من خلاله أعلن شوية من التفاصيل اتفضل احنا النهاردة المعرض السنوي للنشاط الفني فارع الشيخ زايد احنا كإدارة المكتبات النادي الأهلي بنعمل في كل فرع معرض سنوي ده بيبقى نتاج كورسات الولايات خدوها على مدار سنة كاملة على أيدي أساتذة متخصصين خرجين كلية تربية فنية بيتم تعيينهم في النادي خصيصا لأبنائنا علشان ينموا مواهبهم ويعلوا من القدرات الفنية اللي عندهم لأن دايما بنؤكد أن النادي الأهلي مش بس بيهتم بالنواحي الرياضية لأ برضو بيسري النواحي الفنية والثقافية وده طبعا ملحوظ اهتمام برضو الأهالي بالنحية دي ده بيسعدنا جدا في الحقيقة أنا سعيد جدا ومسوط جدا اللي احتفالها الجميل دي في الحقيقة وبعدين يعني أنا اتفاجأت في الحقيقة لأن احتفالها محترمة جدا ومنتازة وبعدين عايز أقول الكلمة برضو بس قبل ماقول الكلمة بشكر إدارة النادي الأهلي في الشيخ زي في الحقيقة عاملوا عمل أنا مش أفتش في عندها قبل كده قبل أنا راح تفتحات كتير في عندها كتير نام هنا ما شاء الله اللي افتح جميل جدا ومحترم جدا وبعدين برضو كمام البراعم يعني دي الأداء اللي احنا عايزينها بالصمراء لأنها تزيد وتزيد وتزيد النهاردة موجودين بالنادي عشان افتتاح معرض كبير جدا لمجموعة من البراعم والشباب وكل الفئات العمرية اللي بتشارك النهاردة علشان تعمل نقلة نوعية في مجال الفن التشكيلي مش هوية ولا نشاط دعم الاستقافة دعم للتطور دعم لإشغال الوقت والحفاظ على الزوء العام ونهضة فكرية أنا سعيد جدا جدا باللي شوفته النهاردة مستوى بصراحة المعرض حاجة رائعة فوق رائعة يعني مش عايزة أقولو حاليك ماذا ساعدتي بالمستوى بتاع الأولاد البنات الرسومات حاجة حتى سادة دكاتة طبعا الكلية التربية النوعية النهاردة اللي شرفونا إحنا فجينا بالأمانة فجينا بالمستوى الغير عادي من الأولاد والبراعم والبنات والأصفال بالرسومات أنا شخصيا لما بروح معارك كثير للأوبرا وانبهرت بالرسومات اللي الأولاد نعمنينها فأنا على مستوى الشخص طبعا بشكر جميع القائمين على الأعمال دي هم بدايا وإحنا عندنا الولاد بيجوا من لفل 0 خالص في ولاد بيكون عندهم موهبة وفي ولاد بيكون معندهم شموقة خالص فإحنا في الغالب نلعب على الوطر دا لوه يكون جاي مش عارف أي معلمات خالص على الرأس ونحاول نتدرج معاه من أول لفل تاني لفل تالت لفل وهكذا الغالب نيوصل أنه يعمل حاجات لي اللي ما أعرض لي لي بالنسبة لأهلي يعني عملت ثلاث لوح وواحدة بتتكلم عن سكيت لأني بلعب سكيت وكده وواحدة بتتكلم منظر طبيعي عن البحر وقلع وحاجات زي كده وفي حاجة مارفل بقى زي نفسه كده والمعودة بجد مميز جدا ومبسوطة أني كنت مشتبكة أن أعودة فيه رسمت لوحة فلامينجو وبحر وبحر تانية وأنا رسمت فهد وغروب الشمس وكذا حاجة تانية أنا رسمت لوحات كتير طبعا تحت أشراف مثل لبناء وأنا يعني ما كنتش بعرف أرسم خالص بس يعني بقيت عرف أرسم واللوحة الوحدة يعني اتخذ مني يدواك مثلا ثلاث مرات الحانة اللي أنا اشتركت في المعرض ده ومبسوطة وشتركت بأربع لوح تنين كنابس وواحدة ألوان وواحدة رصاص